على أبواب العام الحادي عشر تدخل الثورة السورية تحدي كبير في ظل الانسداد السياسي الذي رافق الحديث عن حل ما ينهي معاناة شعب كامل قتل واعتقل وشرد على يد نظامه عشر سنوات لم تكن كافية لإقناع رأس النظام السوري الذي لا زال متمسكا بالكرسي وبالفعل ظل جالسا عليه بعدما فتح الأبواب على مصراعيها لدول عدة على رأسها روسيا وإيران التي تحاويان أكثر فأكثر الامساك بمصالحهما في انتهاك واضح لسيادة السورية وبينما يتحدث المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن تعثر لأعمال اللجنة الدستورية السورية انطلقت في الدوحة أعمال قمة ثلاثية لم يعلن عنها مسبقا بين قطر وتركيا وروسيا أشارت فيها الدول الثلاث إلى أنها بداية عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري تهدف للوصول إلى حل سياسي دائما في سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليها من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أنه لا يمكن أنهاء الصراع في سوريا إلا من خلال إيجاد حل سياسي وهو ما يفرض الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن اللافت في القمة ليس اجتماع الدول الثلاث وتصريحاتها فحسب بل غياب إيران التي فرضت نفسها بقوة في مؤتمر سوتشي ودعمت إعادة تدوير نظام الأسد لكن اليوم ليس كالأمس كما يبدو حيث تكشف المصادر عن وجود خلافات في السياسات بين روسيا وإيران عن المصالح وعلى الأسد نفسه وما الحديث عن إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا والأنباء التي سارت عن توجهه لموسكو للعلاج تظهر الحاجة مرة أخرى لحل سياسي في ظل نظام لم يترك للسوريين سوى الثورة بديلا لاستعادة وطن كان اسمه سوريا